السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم طلبة سنة أولي أعداد يارب كلكم تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض في يونت 1 وهناخد النهاردة بارت 2 كنا بدأنا الفيديو اللي فات وكنا نزلنا قبله كمان فيديو مقدمة قلنا في الموعيد اللي احنا هنشتغل من خلالها وازاي هنشتغل وهنستخدم كتاب وكل التفاصيل دي قلناها في فيديو الأولاني بعد كده عملنا فيديو لسن 1 و2 شرحنا فيه الكلمات وكمان حلينا التدريبات اللي عليه النهاردة إن شاء الله هنقفل بقى لسن 1 و2 نحل كمان الجنرال الاكسرسايز اللي عليهم لكن قبل ما نبدأ تعالوا كده ما نشوف مع بعض أسئلة يعني عايزكم تجاوبوها دلوقتي قبل ما نبدأ الدرس في التعليقات أول سؤال معنا بيقول نقط name is honey نقط name is honey يطرح نختار here name is honey ولا his name is honey ولا she name is honey ولا me name is honey هشوف كده إجاباتكم في التعليقات عايزك ما تكتب ليش الحرف اكتب لي الكلمة نفسها رقم 2 دينا نقط like sports دينا نقط like sports يطرح الإجابة هتكون don't like sports ولا aren't like sports ولا isn't like sports ولا doesn't like sports برضو هستنى الإجابة بتاعتكم عندنا السؤال التالت كمان my father's father is my my father's father is my uncle, aunt, father ولا grand father رقم 4 she is not at the drums in the hall يطرح singing, playing, reading ولا sleeping عندنا أربع أسئلة قبل كده ما نبدأ الفيديو بتاعنا عايزكم أنتم تجاوبوهم في التعليقات واشوف مين اللي هيقدر يجاوب اللي أربعة صح إن شاء الله يلا بينا دلوقتي بقى ندخل على الجزء الخاص بـ grammar الجزء المهم جدا 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 هنتكلم نهاردة على pronouns الضمائر ركزوا معي بقى عشان دي من الحاجات اللي بتلغبط شوي عندنا كام نوع من الأنواع اللي ندرسها النهاردة عندنا أربع أنواع subject pronouns object pronouns possessive adjectives وهي possessive pronouns طيب نبدأ ايه بالسهل كده السهل أول حاجة subject pronouns ضمائر الفاعل يعني ايه يعني بتحل لمحل الفاعل يعني مثلا ممكن أقول مثلا أحمد مثلا likes football أحمد likes football أحمد بيحب كرة القدم طب لو أنا عايز من هنا الفاعل من الفاعل أحمد الفاعل تمام أحمد الفاعل فلو أنا عايز أشيل أحمد ده وحط حاجة بدائلة وهو حط ايه هحط من الصف ده تمام طب يا مستر إزاي إن إحنا نعرف الفرق ما بين الفاعل والمفعول إحنا هنشرح اللي اتنين دول مع بعض والل اتنين دول مع بعض إزاي نعرف الفرق ما بين الفاعل والمفعول طبعا ضمير المفعول بتحل محل المفعول لو عايز أقول مثلا إن والد أميرة والد أميرة أميرة's father بيوصلها للمدرسة اللي عايز أقول الجملة دي والد أميرة بيوصلها للمدرسة إزاي يا مستر بقى هي الجملة هتكون إيه أميرة's father أميرة's father drives here to school تمام يبقى الفاعل اللي عندنا هو فاعل إيه فاعل drive ماشي طيب وعندنا هنا والد أميرة وعندنا هنا here وعندنا بعد كده to school تمام إزاي بقى بحدد في أي جملة الفاعل والمفعول بعمل إيه بمسك الفاعل قادي الفاعل اللي معناهم وترجم الفاعل ده الفاعل ده معنى إيه معنى يوصل معنى يوصل فبسأل نفسي مين اللي بيوصل ها مين اللي بيوصل هتلاقي نفسك عملت سهم كده الورا ها عملت سهم للكلمة اللي قبلها اللي هي إيه اللي هي والد أميرة أميرة سفاظر تمام يبقى والد أميرة هو اللي بيوصل طب بيوصل مين بيوصلها بيوصلها اللي هي بتعود على مين بتعود على أميرة يبقى دي المفعول ودي الفاعل الفاعل ده بيحل محله الصف ده المفعول ده اللي هو إيه الصف ده يبقى I I بستخدمها لو فاعل لو بتكلم إننا اللي فعلت الشيء مثلا I like apple I like apples مثلا أنا بحب التفاح I like apples تمام طيب لو عايز أقول هو بيحب التفاح يبقى طبعا هو أو جمع أنتم أو أنتون يبقى you like apples أنت بتحب التفاح أو أنتم بتحبوا التفاح مثلا you like apples أو لو مثلا إيه لو جمع سواء مفرد أو جمع طب لو عايز أقول هو بيحب التفاح he likes apples هو بيحب التفاح هو الفاعل دلوقتي she likes apples هي بتحب التفاح وعايز أقول مثلا أن الأرنب بيحب الجذر مثلا it اللي هي لغير العقل بقى it likes carrots هو بيحب الإيه الجذر لو عايز أقول إحنا بنحب التفاح we like apples طب هما بيحب التفاح they like apples وهكذا يبقى الحاجات دي بتحل محل إيه محل الفاعل اللي هو غالبا بيكون في بداية الجملة في بداية الجملة طيب أما المفعول لا ما بيكونش في بداية الجملة غالبا بيكون بعد الإيه بعد الفعل أهم زي مثلا هنا كده يبقى ده بيكون قبل الفعل ده بيكون بعد الفعل ماشي سواء me بدل i you هي هي بدل you him بدل he تعود على إيه على المذكر here زي ما قلت هنا بدل she it للغير العاكل us بدل we و zim بدل a بدل z تمام يبقى دي بتستخدم قبل الفعل دي بتستخدم بعد الفعل دي بتعود على الفعل دي بتعود على المفاول نيجي بعد كده نيجي بعد كده للصفات الملكية يعني ايه صفات الملكية دي بتستخدم أبعيز أقول إن الحاجة دي بتاعتي الحاجة دي بتاعت فلان الحاجة دي بتاعت فلان معنى كلمة بتاعت تمام فبعمل ايه بستخدمها قبل الاسم المملوك يعني لازم أن يكون في ايه لازم أن يكون في نون لازم يكون في نون تمام في هنا في صفات الملكية لازم يكون في نون بستخدم my مثلا هنثبت كلمة bag مثلا my bag شنطتي my bag احنا ماشيون بنفس الصف دي بتعود علي أنا my bag your bag شنطتك انت او شنطتكم انتم ماشي his bag his bag شنطته هو hair bag شنطتها هي its bag شنطت الشئ ده our bag شنطتنا كلنا their bag their bag يعني ايه شنطتهم هم تمام طب يا مستر هو ايه الفرق برضو ما بين we وما بين z طب ما دي جمع ودي جمع خلي بالك ان we دي معناها كذا واحد لكن انت من ضمنهم we معناها كذا واحد انت من ضمنهم يعني مثلا انا شوكت شوكت واحمد ومحمود وبرهيم احنا بنحب الكورة طب ليه يا مستر قلت احنا لان انا من ضمنهم انا كمان بحب الكورة طيب مثلا لو مثلا احمد ومحمود وبرهيم دول بيحبوا الموسيقى وانا ما بحبش الموسيقى فهقول ايه هم بيحبوا الموسيقى اللي هم z وصلت يبقى هنا مجموعة من الافراد لكن انت مش منهم اما هنا مجموعة من الافراد لكن انت ايه منهم طيب نيجي الاخر حاجة دماير الملكية دي بتشير للملكية برضو لكن مفيش بعدها ايه مفيش بعدها اسم يبقى الفارق ما بين دي وما بين دي ان دي فيها نون ودي ما فيهش دي فيها نون ودي ما فيهش هنا mine yours his hers مفيش طبعا it مفيش لها حاجة ours theirs تمام تعالوا منشوف بعد كده الجمل اللي معانا والتدريبات هتوضح الدنيا كلها هنا بيقول لنا استخدام صفات الملكية ودمير الملكية احنا بنستخدمها امتى زي ما انتوا شايفين نبدأ بيه الامثلة هتوضح الدنيا خاص maroon is my uncle عايز اقول انه maroon ده عمي فقلت ايه عمي عمي انا يبقى my uncle طب ليه مستر قلت my مش mine عشان هنا في نون عشان هنا في نون ماشي هنا في نون طيب يبقى قلنا بنستخدم صفات الملكية مع الاسم صفات الملكية مع ايه مع الاسم نادر and mona are their parents يعني ايه الوالدين بتاعهم بتاعهم this bin is mine يعني الالم ده بتاعي مفيش هنا اي نون وراها ولا اي حاجة خلاص هي اخر حاجة it's here's it's here's يعني ايه يعني الشانطة دي بتاعتها او الشئ ده بتاعها او مثلا the bag is here's the bag is here's يعني الشانطة دي بتاعتها تمام يبقى كده عارفنا الفرق ما بين صفات الملكية وضمير الملكية صفات الملكية لازم ان يجي وراها نون اما ضمير الملكية ما بيجيش وراها حاجة وبيكون قبلها ايه وبيكون قبلها فعل في الغالب بيكون قبلها فعل زي ما انتو شايفين كده لاحظ ان ضمير الملكية لايأتي بعدها اسم وتحل محل صفات الملكية والاسم المملوك معا يعني هي بتساوي الاتنين دول على بعض ضمير الملكية بيساوي الاتنين دول ايه مع بعض تعالوا ما نشوف بعض الملاحظات المهمة بيقول لنا عند السؤال عن الملكية بنستخدم ايه بنستخدم اداة استفهام اسمها who's يبقى who's وبعد كده ايه النون who's bag is it who's bag is it طبعا هنا is بتختلف ممكن تبقى مثلا لو بسألها لحاجة عمها تبقى or مثلا عادي ان دي بتختلف اما عندنا دي سابتة اداة استفهام للملكية who's bag is it فممكن اقول it's my bag دي الشنطة بتاعتي او it's mine دي بتاعتي طب ايه هي بتاعتي انا هنا معتمد ان انت بتسأل عن الشنطة فانت عارف ان انا كلامي ايه كلامي على الشنطة فقلت ايه دي بتاعتي دي تعود على الشنطة this is my car تعبيرات بقى تدل على الملكية this is my car ده او دي دي العربية بتاعتي ادي هنا صفة الملكية ودي ودي هنا النون طب ممكن اقول طريقة تانية او this car is mine او it's mine او it's mine this car is mine هنا ما فيش اي نون اهو this car belongs to me العربية دي بتخصني بتاعتي انا بتنتمي ليا اخدنا الكلمة دي في الدرس اللي فات this car belongs to me i have a car انا لدي ايه لدي سيارة طريقة تانية هي هاف طبعا بمعنى يمتلك i own this car انا امتلك هذه ايه هذه السيارة شايفين كم طريقة خمس طرق خمس طرق هل يا مستر هيسألنا في الخمس طرق او ممكن يجب لنا اي طريقة منهم في الاختيارات او في الري رايت او اللي هو الكوريكت ضمائر الفاعل تأتي في بداية الجملة زي ما قلنا لانها بتحل محلمين الفاعل وتسبق الفاعل الاساسي او المساعد زي مثلا i play tennis every week ايه هنا اللي هو ايه اللي هو ضمائر الفاعل he eats lunch at 3 p.m they are my parents تمام i you he she it they تمام او كمان وفي وي كمان i you he she it we they ضمائر المفاول ضمائر المفاول تحل محل المفاول وتتبع الفاعل او حرف الجر زي ايه please tell me about your family ادي هنا ايه ده الفاعل او فهي جات وراه اخبرني اخبرني هو مين اللي هيخبر الشخص ده اللي انا بكلمه اللي انا معرفش هو مين اخبرني طب يخبر مين يخبرني انا اللي هو ايه اللي هو مين هودا is our grand mother هودا بتكون جدتنا we love here طيب ادي عندنا love الفاعل بيجي قبله مين بيجي قبله ضمير الفاعل طب وي دي تعود على مين علينا احنا اللي هو هودا واخوتها مثلا طيب بيحبوا مين بيحبوا جدتهم اللي هي ايه اللي هي واحدة ست فبيعود عليها here can you come with me to the theater ممكن تيجي معايا ليه المسرح ادي هنا ايه حرف الجر ودي هنا ضمير المفعوم ويحنا بنحل برضو الموضوع هيبقى اوضح من كده بكتير بيقول لنا ملاحظات عشان ويحنا بنحل to a is نقط daughter to a بتكون me لا طبعا my mine اي ليه مستر اختارنا هنا my علشان هنا daughter noun ادي هنا noun وقلنا انا عايز اقول الملكية ان هي ايه بنتي انا بنتي انا تمام ما ينفعش ان اقول i daughter ليه لان اي احنا عارفين بيجي بعدها الفعل ما ينفعش اقول mine ليه مستر لان هنا mine ما بيجيش وراها noun ما ينفعش هنا اقول me لان انا كده اقول to a is me معنا كده ان انا قلت ايه توقع بتكون انا ما ينفعش اقول to a is me daughter مش حاجة اسمها كده تمام is in grade 3 عايز اقول ان هي في الصف الثالت فهقول ايه she مين اللي في الصف الثالت هي ضمير فعل تمام في المثال السابق تم اختيار my لانها يتبعها اسم وتم اختيار she لانها فاعل الجملة فاعل للجملة وكمان جات قبل ايه قبل الفعل اللي موجود اللي هو از تعالوا هنوقف زي ما تعودنا الفيديو على هنا وانتو هتحلوا التدريبات بنفسكم بعد ما تخلص حل التدريبات تعال اشغل الفيديو تاني ونشوف مع بعض اجاباتك صحة ولا غلط ولازم سواء انت حلتهم كلهم صح حلتهم كلهم غلط لازم تركز معا كويس قوي عشان اهم من الشرح اللي فات ده حل التدريبات اول سؤال بيقول our parents are proud of نقط because we work hard at school طبعا عندنا هنا وي ده ايه ده ضمير فاعل مش محتاجين خالص عندنا بعد كده our ours ولا us our parents our parents يعني والدي والدتي والدي والدتي فخورين عايز اقول فخورين بينا فخورين بينا يبقى هنا انا عايز استخدم ايه خلي خلي بالك فينا كمان حرف g هل هنا انا بتكلم على الملكية لا انا مش بتكلم على الملكية خالص انا هنا بتكلم على ايه هنا بتكلم على ضمير المفعول ضمير المفعول اللي هو من وي اللي هو يعتبر ايه؟ يعتبر اص دامير المفعول اللي كان قصاد وي اللي هو اص طب ليه يا مستر وي اصلا؟ فاكر لما قلت لك وي دي بتبقى مجموعة من الاشخاص انت من ضمنهم طب عرفنا منين يا مستر؟ مش احنا قلنا ان وي دي قصادها اص طب وبعد كده يا مستر فيه صفات الملكية قصادها ايه؟ قصادها اور قصادها اور وبعد كده انوناهم club for football players سقفوا الفريق كرة القدم نقاط have played very well خلي بالك ان انا اعيز الفاعل الفاعل اللي بيعود على لعايدين كرة القدم يبقى هم جمع يبقى زي ده الفاعل دمير الفاعل في بداية الجملة وقبل الفاعل الاساسي او الفاعل المساعد my sister's name is علا اسم اختي بيكون علا عايز اقول ان هي عندها كام؟ سبع سنين هي هنا الفاعل she is seven she is seven he told نقاط that عايز اقول ان هو اخبرني يبقى هنا مين اللي اخبر؟ هو يبقى ده الفاعل اخبر مين؟ اخبرني انا يبقى ده المفعول يبقى هنا اشوف ضمير مفعول ايه اللي في الحاجات اللي قدامنا دي ضمير مفعول؟ طبعا here طبعا here هنا الوحيدة اللي ضمير مفعول this room belongs to my daughters it's نقاط فاكرين الخمس طرق بتوع الملكية هو انا جاب لك طريقة ويسألك على الطريقة التانية ايه هي الطريقة التانية يا مستر؟ الطريقة التانية اللي هي بتاعة ضمير بتاع الملكية ضمير الملكية ان احنا ما بنجيبش ورا حاجة يبقى يا طرق زي ولا زير ولا زيم ولا زير طبعا الاجابة هتكون ايه الاجابة هتكون الاخيرة خالص زير لان مفيش وراها نقاط through the ball to please i am waiting عايز اقول احدفلي الكورة احدفلي الكورة يبقى هنا عايز ضمير مفعول through the ball to me ضمير مفعول اول حاجة انت بتحدد يا طرق هو بيسألك فيه ضمير فعل وضمير مفعول اللي هو النص الاولاني او الصفين ولا بيسألك في الملكية اللي هو النص التاني اللي هو بتاع الصف الثالث والربع فهنا بيسألني في ايه؟ بيسألني في ضمير الفعل والمفعول not played well and scored many goals played well and scored many goals هنا بيسألني على ايه؟ هنا بيسألني على الصف الاول والثاني اللي هو الفاعل والمفعول فطبعا هنا فاعل لانه في بداية الجملة هيبقى قوي give this mobile to طبعا ايه برضو؟ هنا بيسألني على الصف الاول والثاني ضمير المفعول عشان هنا جاي بعد حرف الجر قلنا بيجي بعد الفعل او بعد حرف الجر يبقى هم ان كل الحاجات التانية دي مش ضمير مفعول نقطة mobile is this هنا احنا بنسأل على الملكية بايه؟ it's rukias ده بتاع رقاية يبقى بنسأل بيه؟ اداة استفهام host ده سؤال سهل جدا 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 ايه هو تغلطه فيه؟ this is not computer هنا he bought it last week هنا بيسألني بقى على الصف الثالث والرابع على الملكية والله طالما في نوني يبقى انا لازم ناخد حاجة من الايه؟ من الصف الثالث من الصف الثالث ايه هنا اللي من الصف الثالث عندي my وعندي his عندي my وعندي his طيب نختار دي ولا دي يا مستر بقى؟ حيشوف حسب الجملة اللي وراه شايفيني الجملة اللي وراه؟ he bought it last week هو اشتراه الاسبوع اللي فاتي يبقى هو بتاعي ولا بتاعه هو؟ لا ده بتاعه هو يبقى this is his computer ليه؟ لانه هو اللي اشتراه مش انا لو كان مثلا i bought it last week كان يبقى ايه؟ this is my computer لو كان هنا في ايه تعالوا ما نكمل ونشوف السؤال اللي بعد كده طارق and i visit not grandfather every friday عايز اقول جدنا الصف الايه؟ الصف الثالث ايه هنا اللي من الصف الثالث؟ طبعا الاجابة به اوار طب ليه مستر اوار؟ لان هنا ايه مش قلتلك مجموعة من الناس منهم انا؟ طارق وانا يبقى هنا ايه؟ وي وي الحاجات اللي اقصادها اللي من ضمنهم اوار this is not our school دي مش المدرسة بتاعتي it's your هل your هل your من الصف الرابع؟ لا اللي اقصادها بقى ايه؟ كانت yours كانت الاجابة yours هنزود حرف الاس can you give me your pen please؟ لا طبعا هنا انا مش عايز اصلا حاجة للملكيه خالص انا عايز حاجة ايه؟ من الصف الاول والتاني يطرى انا عايز you gave me it's not my it's not my camera my is new there are three girls and these are them لا انا عايز اقول تلات تلات بنات عايز اقول دي كتبهم يبقى عايز حاجة من الصف الايه التالت طب ليه الصف التالت علشان هنا عندي الكتب نون يبقى الاجابة تكون their books this book belongs for him لا طبعا الحاجة الحرف الجره اللي بيجي مع belong هو ايه؟ هو to بلونج to بعد كده رقم سبعة عايزين نقول these are مثلا these are they are these are hair bags these are his فبيقول لك هز هو كل الفكرة في ايه برضو في السؤال عشان تبع عارف ان هنا هير بتدل على ايه؟ بتدل على الانثة هنا جايب لك دي بتدل على طبعا الزكر فطبعا الاجابة هتكون ولط فهتبقى هيرز طب ليه هيرز؟ لان هنا استخدم الصف التالت عشان كده جايب لك نون هنا هيستخدم الصف الرابع لان مفيش نون علي بوتا نيو كاميرا for hair daughter هو علي ده ياخد هير؟ لا ده هير دي بتيجي مع المؤنس علي ياخد ايه؟ ياخد هز who car is this؟ قلنا بقى السؤال ده سهل جدا 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 اداة الاستفاهم اللي بتسأل على الملكية يقولك it's mine ايه؟ يعني بيسأل على الملكية تبقى who's all the players in our team like his captain لا طبعا انا هنا بتكلم على ايه؟ على الجمع على جمع كل الايه؟ كل اللاعيبة في الفريق بتاعنا like mean like their captain their captain بعد كده تعالوا ما نشوف skills corner كيفية تتعامل مع مهارة الكراءة والكتابة وقت تحدث في الورقة الانتحنية هنا بيقولك ان احنا نقرأ النص هنجيبه دلوقتي حالا ونقوم بالتدريب عليه تعالوا ما نشوف النص كده قدامنا ايه دي النص واحنا كنا قرناه في الفيديو اللي فات وعليه بعض الاسئلة طب ليه مستر هنقرأ النص تاني؟ احنا بس عايزين نتعلم حاجة منه ان احنا ازاي نحل سؤال القطعة ده تدريب عشان نحل سؤال القطعة فهنا بيقول لنا مثلا النص هو معنا عايزين نحل بقى القطعة هنعمل ايه؟ هنقرأ الاول اسئلة بيقولك هنا give a suitable title for this passage وده سؤال من الاسئلة المتكررة في سؤال القطعة ان انت تعطي ان انت تعطي عنوان للكطعة القدامك دي فهنا مثلا قالك عاليس فاميلي احنا بنتكلم على عيلة بتاعت علي طيب هنستخرج المعلومات هو اسم عمر؟ مين عمر؟ فهندور كده على عمر تعالوا ما ندور على اسم عمر اهو اسم عمر طب مين ده بقى؟ تعالوا ما نرجع ورا شوي my mom's father is our grandfather he is called عمر اسمه ايه؟ اسم عمر يبقى مين عمر؟ عمر هيكون علي's grandfather جدا علي what is علي's cousin called؟ ابن عم علي اسمه ايه؟ and he is اهو بصوا هنا this is their son is called tar and he is my cousin هنا كده انا طلعت الاجابة بتاعتي اللي هي he is called tar فممكن ببساطة جديدة طبعا احنا هنا عشان كنا قارينها قبل كده طبيعا مفروض نقرأ الكتعة كلها كاملة لكن احنا قارينها قبل كده فممكن بشوف مثلا ادي كلمة عمرهم فانا جيت عليها وقارت الجزء بتاعها الحتة اللي حواليها وطلعت الاجابة بتاعتي انا عرفت مين عمر ده طيب هنا بيسألني على الكازن بتاع علي اسمه ايه؟ هنا شفت كلمة كازن وقارت الكتعة بتاعتها من اول ايه؟ من اول ما بدأنا كلامه هو من اول هنا وطلعت الاجابة بتاعتي وبرضو هنحل الكتعة مع بعض كتير جدا على مدار الترم وهنطكن السؤال ده بإذن الله 100% طبعا لو هيجيب لنا سؤال على الجزء اللي هو الخاص باليونت بتاعتنا دي او باللسن وانوتوبة ازاي طبعا هيكون بيتكلم على العيلة على يورفاميلي فدي من الحاجات المهمة جدا 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 انتو تتدرب عليها ماشي؟ طيب هو برضو الراجل مش سايبنا كتاب المعاصر بصراحة ممتاز جايب لنا هو بعض الجمل برضو اللي تساعدنا في الكتابة بتاعتنا مثلا We are brothers and we are both age 12 هنا مثلا بيتكلم على اتنين توقع عندهم اتشار سنة وبعض الجمل التانية زي ما انت شايفين كده بعد كده عندنا احنا نبني جمل هذه من الحاجات المهمة عندنا This is my father نقطة name is waleed يا طرح هنختار ايه من الاختيارات اللي قدامنا دي I have two sons نقطة names are علي and handy انا عايزكم تجاوبوا الاربع اسئلة دول وتسيبوا لي الاجابة بتاعتهم في التعليقات دول مهمين اوي 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 طيب ايه تانية مستر ان احنا مطلوب مننا نجاوب احنا اتفقنا انا بتعامل معاك على انك دلوقتي بتاخد درس انت بتاخد درس معايا ومطلوب منك حاجات تحلها كواجب ده كده من ضمن الحاجات اللي المفروض تحلها كان فيه في بداية الفيديو اربع اسئلة لازم ان تحلهم في التعليقات دول كذلك تحلهم برضو واكتبهم في التعليقات وعندك كمان بقى الاهم عايزك تتكلم على الحتة دي كده اكتبها حتى عندك في الكراسة عندك واتدرب ان انت تكون جمل على العيلة بتاعتك ازاي ان انت تتكلم عن العيلة بتاعتك تعالوا ما نشوف بعد كده الجنرال اكسرسايز ونبدأ بسؤال الاستماع سؤال الاستماع من الاسئلة السهلة جدا جدا اربع درجات عايزين نضمنهم ان شاء الله انا هقول النص كمان شوية لكن في البداية حابين ان احنا نعرف ازاي نتعامل معا برضو زي ما قلت في الكتعة احنا بنقرى الاسئلة الاول what's your favorite sport ايه هي الرياضة المفضلة بالنسبة لك يا ترى باسكتبول تنس فوتبول هوكي when do you play باسكتبول امت بتلعب الباسكتبول يا ترى في يوم ايه من الايام دي who do you play at was انت بتلعب الباسكتبول ده مع مين طبعا كده واضح واضح يعني ان الرياضة المفضلة بالنسبة لباسكتبول ان كل الاسئلة بعد كده على الباسكتبول برضو لازم انتشغل دماغك is basketball an interesting sport يا ترى no it isn't ولا yes it is ولا I don't know ولا no it hasn't هنشوف مع بعض دلوقتي النص بتاعنا بيقول i like sports i play basketball on mondays on mondays it's my favorite sport i play it with my friends it's an interesting sport يبقى كده هو بيحب الباسكتبول بيلعبه يوم الاتنين كل يوم اتنين وي بيلعبه مع اصحابه وهو شايف ان هي الرياضة ممتعة بعد كده عندنا سؤال الديالوج سؤال الديالوج حاجة من اتنين يا اما بتكون سؤال يا اما بتكون ايه اجابة لازم تكون بتعرف تكون سؤال ولازم تكون بتعرف ازاي تعمل جملة والحاجتين دول زي ما قلت قبل كده في الفيديو الاولاني خالص ان ليهم فيديوهات على القناة لو حد عنده مشكلة فيهم يقدر ان هو يسيب لنا في التعليقات وانا هبعط له لينكات الفيديوهات can i ask you some questions yes not of course yes ايه طبعا خدنا حاجة في ال part الاولاني اللي هي yes of course حرف الجر اللي بيجي مع اللي هو بمعنى بالتأكيد of course what's the name of your grandfather اسمه والده اسمي جدك he is خدنا حاجة اسمها verb to be وبيجي وراه كلمة cold بمعنى يدعى او يسمى he is cold ياسر how how old is he he is 50 years old not is his hobby what is his he is he is interested in playing chess بعد كده toa and mona look like each other they are ها بيشبهوا بعض اوي يبقى هم twins سالما play the guitar in a band فرقة موسيقية تعالوا ما نكمل my sister is my mother's and father's قلنا الحتة دي مهمة قوي قوي ان انت لازم انتبقى عارف القريب دوت او الشخص اللي بيقرب لك ده باللغة الانجليزية بقى معناها ايه يقرب لك ازاي يبقى دي طبعا الدوتر اللي هي بنت اختك دي بتكون بنت والدك والدتك i don't know this word i will look at up in a in a dictionary في القموس we played a not a match and we scored many goals الرياضة في دول اللي احنا بنسجل فيها اهدف طبعا هي الكرة 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 my help in a children's hospital for free she likes a work ايه الحاجة اللي انت بتشتغلها وما بتاخدش عليها فلوس voluntary work العمل الطوعي the children of your grandchildren are your الاولاد بتوع مين بتوع احفادك بيكونوا مين فاكرين الشجرة اللي عملناها في الفيديو اللي فات الأربعة فاكرين ما قلنا هنا الجد الأكبر هنا الحفيض الأكبر يبقى great grand children great grandchildren little salma is playing with طبعا play with her mother طب ليها mister her mother عشان هنا انا عايز حاجة من الصفة التالت وحاجة بيجي بعدها نون طبعا النونة هولو الماثر عايزة اقول بتلعب مع امها ماشي مع امها we are having dinner with our friends his friends here friends طبعا we يبقى هتاخد our we يبقى هتاخد our في الملكية that's عمر's book الكتاب ده بتاع عمر it's him he his or here هنا انا عايز حاجة من ايه عايز حاجة بتدل على الملكية من الصف الايه من الصف الرابع يبقى it's his it's his ده الكتاب ده بتاعهم the girls are going to the park with her friends لا طبعا ايه عشان هنا girls هنا كتير عدد يبقى with their friends مع اصحابهم this this watch belongs to mine ها لا طبعا belongs to me belongs to me هنا انا مش بسأل على الملكية هنا انا بسأل على ضمير المفاول belong to be يجي وراها ضمير مفاول belong to be يجي وراها ضمير مفاول my wife is cold is cold لا اليس اقيل لكم من شوية is cold is cold sama what pencil is this it's ailes انا بسأل على الملكية بايه بقادرة استفهام who's ودي المرة الثالثة او الرابعة اللي تجن بعد كده بيقول لنا اتكلم على your family زي ما قلت لكم تعالوا ما نشوف البراجراف ايدي البراجراف قدامنا طبعا شكل البراجراف مهم جدا جدا علامات التركيب مهمة جدا جدا الحرف capital مهم جدا انا هنا في الاول بكتب العنوان بتاعي في النص بعد كده بسيب مسافة ولتكن خمس ست حروف كده بعد كده ببدأ بحرف capital واتكلم بقى في الموضوع بتاعي انا اسمي علي انا اسمي علي عندي ايله كبيرة انا اسم امي ان امي اسمها امي اسمها امي اسمها عمر انا اسمه عمر مسلا في هنا برضو نقطة أمي أمي هو عمر هو دكتور ويشتغل دكتور أمي أمي أشياء سما و ساميرا هم أشياء أنا في سنة أولى أنا أذهب إلى شبرا بريباراتري سكول لأولاد أنا بروح مدرسة شبرا الإعدادية للأولاد أمي أساعدنا لتنعملنا الأمي بتساعدنا أو أمينا بتساعدنا نحن نمارس الهوايات بتاعتنا والدنا بيقول لنا كصص يعني مصيرة ومضحكة كده في وقت الفراغ So enjoy staying with our father in his free time I like my family so much It's a great family عايزك أنت كمان تكتب براجراف زي ده حاول تكتبه على أسرتك بالزبط حاول تكتب براجراف زي ده على أسرتك بالزبط طبعا في الامتحاء مش تكتب على أسرتك لكن كتعود حاول أنك تكتب على أسرتك بحيث أنك تعرف تجيب الأفكار وتعرف الجمل تبقى حضرة في دماغك لما تجيب في الامتحان هتغير الأسماء بس مش أكتر تمام؟ ده كده البراجراف بتاعنا آخر حاجة معنا واجب برضو تاني عايزكم تحلوه في التعليقات هنا بيقول لنا هذه هير باج ات بلونجس فور هير اترى فور ولا حاجة تانية ماروون از مين اي از مين انكل هو هناخد مين من الصف الرابع ولا هناخد حاجة من الصف الرابع ها شوفوا انتو بقى السؤال الثالث هو كار اس ديس ولا يغلط في السؤال ده يعني يستهلو الدرب فقى عشان السؤال ده احنا قلنا كتير قوي كده عندنا ثلاث اسئلة عايزكم برضو تجاوبوا عليهم في التعليقات وفي كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا بارت تو خلصنا كده لسن وان وطو في يونت وان بالكامل اتمنى يكونوا شرح عجبكم ياريت تصبولنا لايك ويه اللي لسه مش مشترك في القناة اتمنى تشترك معنا احنا بننزل كمان دراسات وكمان علوم على القناة والمنهج بالكامل موجود طبعا احنا قلنا الموعيد بقى بتاعتنا سبتة حد وثلاث وخميس الساعة سبعة ان شاء الله كل يوم الايام دي الساعة سبعة افتح القناة هتلاقي الفيديو بتاعك موجود تخلص وتحل التدريبات زي ما احنا متعودين كده مع بعض دي بقى انت مقفل خلاص مش محتاج ان انت تذاكر ورايا تاني واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية وتنسوش بس ان انت تعملوا شير وتعرفوا زمالكم على القناة عشان يتابعنا عدد اكبر ويكون ده تشجيع علينا باذن الله ان احنا نستمر معاكم ونكمل في السنين اللي جاية شوفكم على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته